بطموح تحقيق الفوز الثاني تواليا وترسيم التأهل إلى ربع نهاء الشان يواجه المنتخب الجزائري المحلي نظيره الإثيوبي على ملعب نيرسون وانديلا بالعاصمة الجزائرية في ثاني جولات المجموعة الأولى كتيبة مجيد بوغر التي أنهت استعداداتها للموقع في مركز سيدي موسى لتحذير المنتخبات الوطنية بتعداد مكتمل ستكون أكثر تحررا من عبء الضغوطات بعد تجاوز عقبة المنتخب الليبي أقوى منافسية الخضر في المجموعة خلال مشهد افتتاح المنافسة الإفريقية وإن كان أداء زملاء مزيان ماما الليبيين لم يكن مبهرا من الناحية الفنية لاعتبارات عدة أبرزها ضغوطات المباراة الافتتاحية يتوقع أن يتحسن مردود التشكيلة الوطنية أمام منتخب لم يقنع في أول ظهور أمام موزنبيق ما يجعل الجزائريين في طريق مفتوح للظفر بتأشيرة العبور إلى دور الثمانية ومن ثم الحصول على فرصة خوض مباراة الجولة الثالثة في أحسن الظروف وإعطاء فرصة المشارقة للعبين يبحثون بدورهم عن نيل مكانة في التشكيلة الأساسية سنلعب كل مقابلة وكأنها نهائي ستكون مباراة مهمة جدا بالنسبة للمنتخبين أحدهما يسعى للفوز للبقاء في السباق وضمان التآهل وهذا هو هدفنا كما أقول للعبين الفوز بالمباراة الأولى كان جد مهم لكن الأصعب قادم كل مقابلة تعد نهائي ولا شيء محسوم يجب مواصلة العمل وإعطاء الأفضل للفوز من أجل التآهل تصريحات الناخب الجزائري بقدر ما تعكس طموح المنتخب فإنها تؤكد جاهزية المجموعة وتركيزها على تسيير المنافسة على أمل إبقاء الكأس في الأراضي الجزائرية بالإرادة والعزيمة والمساندة الجماهيرية التي ستكون بدورها عاملا حاسما في تحقيق الهدف الأسمى